أول بين رسمي قدام وزارة الصحة أنه في وفاة اتنين وإصابة ستة في حادث تصادم يبقى ده أول بين رسمي من وزارة الصحة وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة اتنين مواطنين وإصابة ستة في حادث تصادم قطار بضاء بيتوبيس بمدينة حلوان وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسم باسم الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بستاشر سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين الصحي أكد مجاهد أن الإصابات بسيطة طيب الحمد لله يبقى هنا عندنا الخبر الثاني الجديد أن الإصابات بسيطة الحمد لله طبقا لبيان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة أكد مجاهد أن جميع المصابين تلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات قال مجاهد أن الدكتور هالة زيد وزيرة الصحة وجهد وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بتفقد الحالة الصحية المصابين بالمستشفيات والتأكد من تقديم كافة سعب الرعاية الطبية لهم يبقى إذن هنا بنتكلم أيضا على أول بيان رسمي يصدر والبيان الرسمي صدر من وزارة الصحة في دلوقتي أعداد أخرى بتجيلنا أن عدد المصابين ارتفع إلى تمانية تاني جيلنا دلوقتي كمان بعد بيان الصحة لسه حالا جيلنا رقم دلوقتي حالا من مستشفى النصر أن العدد ارتفع إلى تمانية لكن بيان الصحة بتكلم على ستة المعلومة الجديدة اللي عندنا أنه العدد ارتفع إلى تمانية اتنين وفيات وتمن مصابين بنحاول زين بقول لحضراتكو إحنا أول بأول كل الأخبار اللي هجينا ترجمة نانسي قنقر